اشتركوا في القناة وقلنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين آمين آمين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات يا أهل صذيني حياكم الله وبياكم أي رفع قدركم وشفاني وشفاكم وجعل الجنة إن شاء الله مثوا يوم ثواكم قولوا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تقدم أخي عبد الرزاق وذكر لكم هذا الموضوع الخطير جداً وهو حق من الحقوق العظيمة التي جاءت مباشرةً بعد حقوق حقوق رب السماوات والأراضين ستديق إلى باليسان دغوة دغوة دي بارون كنت وني كنت الكوغو كلام الله القرآن العظيم أكثر من آيات التي أخبرتنا وقالت لنا وإياكم والوالدين فتتنسيون بارون الله يقول وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ شَوْذَكَرَ الْوَالِدِينَ ثُمَّنْ تَقَلَ إِلَى الْأُمْ مِلْحَنُونَ الله تعالى يقول nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères إِمَنِ سُمَعْوِلَ هَدَتَ تَعْبِير هَدَكَ لَمُ اللَّهَ سِلِي بَارُدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَالْتَعَالَ nous avons commandé c'est un ordre d'Allah سُبْحَانَهُ وَالْتَعَالَ قال حَمَلَتْهُ أُمُّهْ شُوْف نُوْنِ تِبِبِي on ne se rappelle pas احنا كُنَّ صغار ما نعرف ما نعقل ما نفهم ولكن عَدْنَا كَلَمُ اللَّهُ عَدْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي يَنْتَدِرُونَ صَبِي لَكَرَان إِلِي تِي أَوْن أَوْنُ وَالِهَادَ قَالَ الْرَحْمَنُ زَيْدُ عَلَمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِلْسَانِ عَلْرَحْمَنْ عَلَمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِلْسَانِ تَعْلِبُ الْقُرْآنَ قَبْلَ خَلَقَ الْإِلْسَانِ الْقُرْآنَ مَوْجُودَ قَبْلِ الْإِلْسَانِ وَالِهَادَ Allah Ta'ala nous a donné هذا القرآن pour dire nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères après il part de la maman قال حملت أمهو وحن على وحن وحن على وحن toi et moi on ne se rappelle pas quand on était dans le ventre de notre mère on ne se rappelle pas comment elle a souffert pour nous وحن على وحن وفي صاله في عمين انشكور لي ولي والديك إليا المسيح après il nous a frappé il nous a dit écoutez bien le verset il nous a dit sa mère l'a porté sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine يعني تاب على تاب مشاقة على مشاقة peine sur peine نعم سنسات سنسات ابتداء شكرا لكم في الأن سوية الدراسية اتشاهد شكرا لكم شكرا لكم فرثنا يجب على الله سبحانه وتعالى السليم والعبرات والطاعت والقربات وال acord aproveل الله و أمرهم كل كل من الله ك لماذاك ترفعل الله ترفيتم كل هكذا كم الله شكرا لترفك لها كما ترفع نحنان بم 의كا نحن طالب أصلا ليس نجدا يضيق أننا نجاف نس Abi نسلام واق tangent خلاله يقولون يقولون تعالى الله تعالى قال لي بكرس لك إعني رقناسك إعني تكتب في رقصة أكبر يتركك المبادرة إلى أطفالة تقبل أن أسواء تقول الله تعالى ورسأة تقول وراءت ماذا يقول ما هي تقبل أنها اليوم المبادرة توجد في أرحب الأرى في أرغلي أرواسي أرواسي الأمريكي أرواسي الأمريكي يوفر إلى السفراء ويذهب يسغط ستراك ليس في السفراء لاصد ما يتحدث ي larva emerging لاسوا من طاقة لاذي acá لاسوا من طاقة لا depressed بال vole ей اذين ي digitami يجب Lavis هذا هو العالم هذه الفت tandت يجب أن يش pronounced يجب أن يهرر المصابر! يجب أن تتخل الشيء من القرآن الم BLASE الله سبحانه وتعالى قال أيضا واغبود الله ولا تشركون به شايئة و بالوالدين إحسانا هذا هو الحق؟ هذا هو الحق! هذا هو الحق؟ هذا هو الحق! حق الله حق الله على العباد أن نعبوده ولا يشريكو به شيئا وحق الله على العباد أن يدخلون بالجنة إن فعلوا ذلك c'est-à-dire le droit le droit de notre Seigneur il a un droit envers nous qu'on doit l'adorer ne pas faire associer avec lui regardez comment Allah يعني فخام المسألة il a rendu ce droit il est énorme il a mis مباشراتن juste après et agissez avec bonneté envers vos pères et mères إخوات الإيمان Allah عز وجل قارنة الحق قارنة الحق رب العالمين قارنة حق الوالدين بحقه ils sont égaux ووالعطف حق الوالدين بحقه المقصص l'objectif أن تحسن إلى الوالدين de faire du bien à tes parents أي تَبَرَّهُمَا وَتَقُمُ بِحُقُقِهِمَا يعني تَبَرَّهُمَا وَهَدَا حَقُّهِمَا أَعْقُوا كَالَتَحْرَهُمَا يَنَا حَبَـنْ الْوَضَعِيَّةً كَالَتَحْرَهُمَا يَنَا حَبَـنِا تُتُتíficة تُتُتُتُبْلِ أَخْرَهُمَا تَبَيَمَا تَبَا وَاسُتُتْتُفَمَا أَجْتُتُمُّ تَنَا حَبْدًا اَخْرَهُمَا نعم يا إخوة الإيمان الله تعالى قال وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَارِدَيْنِ إِحْسَانَ et ton seigneur a décrété n'adorait que lui et marqué dans la beauté marqué de la montée envers les pères et les mères من المتكلم أيها الإخوة c'est qui qui parle الله subhanahu wa ta'ala الله هو القائل في هذا القرآن الكريم إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْذَكَ الْكِبَارَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُوفْ شوف أَدْنَا الشيء الله تعالى nous a dit subhanahu wa ta'ala si l'un des deux ou les deux devient vieux auprès de toi alors ne lui ne leur dis point ouf vous savez c'est quoi ouf ouf c'est interdit dans l'islam il y a quelqu'un qui dit les jeunes alors laisse-moi tranquille oh tu me gênes là nous on dit ça c'est rien mais si tu es en train de désoublier Allah subhanahu wa ta'ala et il faut que tu comprends bien que chaque fois que tu le dis ça il y a des anges qui notent et tes enfants ils vont dire plus que ça il ne le brusque pas mais dis-leur des paroles respectueuses il ne faut pas brusculer les paroles il ne faut pas dire des mots pas bien et أقوم بحباً لهم من أسلحتك إلى أمائك إذا قلت لهم أيضاً أصبع مملكة إلى أمام أبطاء مملكة إلى أولهم أيضاً أولهم ولكن أولهم كلهم فقط أن الله وسيقف أبت jokes ولكن أعطأ مساول على أولاً رب العمم ورحم الوالدين ولكن أعطأ سلوه أولاً بالهادي ليس كثيرا سوف نرى لدينا الكثير الكثير من حديث الكثير من حديث سوف نرى الفيديو إخوة الإيمان قالوا أنه حسين بن علي رضي الله تعالى حسين هو هو أنه 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 قال انه شكرا في الدماء لا أعطى الله سعر الله تعالى إذا كان يتدفо النبيه فهي تدفعون أنه يليس من جيد من سبال وكنه يليس لدفعين لله الله تعالى أيDIس موسيقى فهي فكرة نجيد من نحن يتدفعن يعني نحن نحن نريد نحن نحن لا يFire نط piano وعليد من نحن نحن نتاقنا ومسا نحن نجد من نحن نجد فعل المساق ما أقول لما يقولونه أنه يفعله بعض أخير؟ أنه يقوله أنه أخي أنه الثلاث، أنه يكون له الثلاث. وأنه الثلاث الذي يخبرهني الثلاث، ثم يتسليه باظل، إليه والخليز في الثلاث، لقد كنت بذلك هل تلقى لكي ياسيره؟ هل هذا تلقى لكي ياسير؟ كنت تلقى لكي ياسيره؟ ياسيري لهذا رائعه؟ ياري ليدك ى قادره ياسيره؟ يسهل في الأشخار يتلقى لنا ينفجيه مع مجموعة لكن عندما يسائره عندما يتلقى سفره اان وان ان يرونه اان وان ان يراقه ان يقضيه عائله ان يسائل يعمل ان يقاضي انتقل جنسة هل سنفعلنا نعمل نعمل إخوات الإيمان قال مجاهد رحمه الله لا تقدرهما كما كان لا يقدرانك الله أكبر يعني ما كانوا ميحفوك يجب أن تقول ايه وأيضا تتساطي موجود سبحان الله ترى كما ترى الشيخ الصالح ون الآن ومن النا والأمام نعم تعبير لطيف إخوات الإيمان تتجاوب معه المشاعر ركالس الان انسان انه أن نانسان ان نمثل نعم فهي كمذا يعني فهي كم تتعقل له تعالى كم تكونين مساءها الله ليس تتعقل إلى طرر حيث يونكيظه على طررر هل هناك نظرت انهوفه يقوله على طرر على طرر إلى طرر إلىاب أغفره شجارا أهدئذ الله أعجر الله حديث النبيصل وليس بذلك إخوة الإيمان قال أبو هرير تعالوا إلى أبو هرير وما أدراكما أبو هرير أبو هرير رضي الله عنه وهو المخصصف وهو رفضي سيدة وقال ذالة باررا بهمه مامتدد به الحيات وقال ذالة بهمه لابه الماما في الوقت لم يكن موسيقى سيدنا أبو هرير يسعى اللعب الأمساجي أدعو الله تعالى أمي فإنه من يسابه الله يساعد أمم لأنه لم يقع سيغل بالجائر معاً مرحباً لم يقع سيغل اخبار ل distance فرافعه نبي صلى الله عليه وسلم يührلي لبوحيل هل يتجلبني سيغل اللهم تعالله لا يهَدِ الناسي يقول الله لا يتجلب العمون لبوحيل يحالل يتجلبوني يجلبوني هي تجلبته كم يعطيه قلت له يا بني ماذا نفعل ماذا نقول ماذا نقول ما علمكم الرسول إذا أردنا أن ندخل في الإسلام فبكى من الفرحة قال يا أم قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فبكى من الفرحة قال يا رسول الله فقد استجاب الله ماذا كان يفعل معها كان أبو هريرة كلما أراد الخروج من البيت وقف على باب حجرتها وقال chaque fois qu'il veut sortir وقف على باب حجرتها وقف على باب حجرتها وقف على باب حجرتها يقول يا أم محمد رسول الله يقول الله اللهم يقول يقول كيف قلت فيديك فتقوله يا ألغبب وَرَحِمَكَ اللَّهُ كَبِيرًا وَرَحِمَكَ اللَّهُ كَنَا بَرَارْتَنِي كَبِيرًا زat الله يقول كيف قلت فيديك كيف قلت فيديك يقول فيديك ومن أعيد بما تسيرين انه يقول مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعباكس ومعيقى ومن الآن يقول إذايرتها قد يقول مالذيب هناك ريب ترجمة الطويل هناك ريب تريد السلام عليهم هناك ريب نعم سلام يعني حياء كالله السلام هذا يعني أنني أعطيك السلام يعني أنني أعطيك سبحان الله هذا هو السلام من يقول لا يقول سلام سلام عليكم سلام عليكم سبحان الله العظيم خرجها من سنك لك الأجر نعم كان يفعل ذلك أبا هريرة كان يحرص أشد الحرص على دعوة الناس إلى بري آبائهم وصلت أرحمهم أبا هريرة شكفة يتحدث في صورة يتحدث عن الناس فقد رأى ذات يوم أسمع الحديث رأى ذات يوم أبا هريرة رجولين رجولين نعم رجولين أحدهم أسن من الأخرى يمشياني معن يمنعون أحد أبا هرين أبا هرين ترجمة الاستنعيش بهم مع ان يسمى وقعه فرصة النهائج انه يسمى احمد اضحابه إنه يقول الاب باب يقول الو هذا يسأل هذا يجب ان تسمى بسمه ولا تنشي امامه ولم تنشي امامه عندما تنشي معه لا تنشي امامه وليات جلس قبلى وليس لا يتنقلين وليس لا يتقلين إنه يريد أن تحكول فتاة يتقلين خليف لأميك وي ينهجر أن يساقل سبحان الله العظيم هذا يحكза ترجلين نعلم أن 我是 المسيسيوه عندما يأضر في المسيسيوه أنا أعلم أن يقلين يأضر في المسيسيوه يض Leaving المسيسيوه أنه لأنه جعلا هؤلاء مسيسيوه لا يزيد مسيسيوه ومشبه أنت تيبقى على ما تريده أنت تبقه يجب أن يروح في هذا لم يكن أحد أحده أنه فيه السلام يعني وفي نهاية القيامة السلام يقول وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدَ بِيَدِهِ لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ دَارِ إِلَّا الْجَنَّةَ وَإِنَّا يُرِي دَ اللَّهِ يَنْ 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 لِيَسْبَى أَخْرَى أَخْرَى سَوَفْلَى اصْرَى السلام donc si tu veux gagner le paradis c'est là, c'est les parents on va citer certains وَقُلْ لَرَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِ سَغْيْرَ يَدِي مُنْسِنِيَرْ فِي لَرْمِزِرِكَوْدِ أَتُوْدِيَوْا كَمْ إِلْمَوْا أَلْفِي تَسْتِي لَقَدْ رَعِيَكَ طَوِيلًا tes parents ils sont trop occupés de toi رَعِيَكَ طَوِيلًا لَيْلَةِينَ كَمْ مِنْ لَيْلَةِينَ سَهِرَا مَعَكَ إِلَى الْفَجْرِ si tu vas chercher combien de nuit qu'ils ont resté qu'ils ont fait des nuits blanches pour toi tu ne peux même pas compter لَيْمَةَ لَنْتَمَا مِنْ أَجْلِ إِبْنِهَا تُعَانِ مَشَقَّةَ الْحَمْلِ وَهْنَ عَلَوَهْنِ pour que son bébé son enfant elle s'éporte beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés وَتُعَانِ أَلَامِ الْوِلَادَةِ وَمَا يَفْتَنِفُهَا مِنْ مَخَاتِرُ ça veut dire que quand notre mère nous a accouchés de nous ce n'est pas facile elle peut mourir subhanallah un homme comme il y a 4 kilos, 3 kilos qui sort de ventre subhanallah ce n'est pas facile ça subhanallah parce que nous on est gros maintenant regardez comment Allah سبحانه وتعالى وَتَتَسَى بَاوْ مَعَ الْإِرْدَاعِ وَمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةِ وَإِجْهَادِ sans parler de l'allaitement sans parler de plein de choses qu'elle nous a fait pour nous تَحَمُلُ et mon fils Sylvie subhanallah que Dieu nous pardonne qu'est-ce qu'on a fait pour nos parents surtout notre mère وَكَمْ عَمَلْتَهَا بِسُوءِ خُلُقٍ مِرَارًا combien de fois tu l'as fait du mal allez je ne parle pas je ne parle pas même je ne suis pas mieux que vous je ne suis pas mieux que vous combien de fois on a fait des erreurs on a parlé mal à notre mère والله il y en a beaucoup de fois وَهِيَ مَدَ تَفْعَلْ وَهِيَ تَدْعُ لَكَ بِالتَّوْفِقِ سَرَّنُوا عَلَى نَيَّةَ إِعَلَلْ فِيكْوَا أَتْفِي الدُعَاءَ pour toi pour la réussite et toi tu ne le sais pas subhanallah نعم وَدُعَا لُهُمْ مُسْتَجَابًا vous savez l'invocation d'une maman il est exaucé جاء في الاثر جاء في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة نوت البروفى السلام قال ان موسى ابن عمران عليه السلام موسى كلم الله موسى يتحدث مع الله son intermédiaire de l'ange Gavriya بدون واسطة جبريل فقال له الله تعالى يا موسى او مؤيز سوف يمر عليك رجل ومن الص pound يوجد 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 夜 سوف يكسر يوجد يوجد ومن الص PJ كان يوجد طلاب لكن سوف يوجد المترجم الى الترابير وبدأت ذلك الى الهاتف وبدأت ذلك الى الهاتف هذا هذا المترجم الى الهاتف الصلاة يدديه ارتكب الى الهاتف مرحى موسى فهو لمسى موسى فعل ذلك هذا المترجم فعلا فعله ما دفع على هذا الرجل؟ ما دفع على من الأعمال الصالحة ومن القربات لكي يتحصل على هذه الدرجة العالية وإذا بالرجل يدخل البيت, cette personne يدخل البيت, فما كانت في البيت أكثر من ثلاثين دقيقة قال أكثر من ثلاثين دقيقة اللي ينظف للبيت ويحليب للشت يمدون أبناء مانجي ويعطيني ما أريد كل يوم ثم يخرج يمفي المناجي ممبرس لتاته يمفي تتشك فو يبيا مفوى قال له هل دعوتي له دعوة أسكت الله في الدعاء أسكت الله أسكت الله أبوك يا الله قلوي قالت نعم ماذا قلت تدي قوى قالت كل يوم في صلاتي شكل وفي هذهايات ت画 أبوك يا جاء الله قلت أبوك لغض tripارع يدون المنجرة النجأة العظيم النجأة من البشرة الله تعالى you give you a great power you give you a great authority you give to many things because of the do'ah of your mom yes, this is a hadith de Moussa I want to talk about did today in our time there was a day a young 35-30 when he didn't hear he didn't hear he did مايقول يجب أن يسمعها مرادة وقال بترسيقها يقول يا أمم ي أن يسمع الله فيما كل يجب أن يساكوه يجب أن يدعها وقالت في فهم في أنه في مرة جتنبت كان سيبر رسول إنه نريد الخارج أنه يصبح لكم وقالتها جزيلا؟ أنت يعطي للحرارة إجاب للحرارة أجابك لا يدرون كل الحرارة للحرارة لماذا لا ماذا؟ لماذا قدرت معنا؟ السبب النبول السرع لقد أن هذا الموجود لم يتمكن في المحاولة. كان يقوم بردير المحاولة في المحاولة في المحاولة ودعاهم في المحاولة في المنزل كان يتعطي إلى المنزل موسيقى المسيح كان هل يحفظون بي مانا اتفائي الوافاصة تفائي الوافاصة قال ان الذهاب اليوم اتفائيчес الوافاصة لأجه هذه الوافاصة هل تفتح السبت موسيقى لماذا تفاعلت هذه الوافاصة لماذا تفاعلت ان قليت راحو موسيقى السبب الوافاصة نحن 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 نعيش في زمن ضع فيه البير نحن ننفذت في أنه نحن نحن نهاية لدينا المساعدة في كل المساعدة في المبارم ومن أسباب نزع الرحمة من المجتمع أكوك الوالدين Parmi les causes qui enlèvent la bénédiction dans cette société c'est la désubéissance envers le peuple C'est vrai نعم أكوك الوالدين يرفى الله تعالى قال الله تعالى نشكور نعم Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents vers moi et la destination Ils ont dit رحمة الله تعالى قال من صلاة صلاة الخمس نشكور سوف تقول Sois reconnaissant envers moi C'est la prière قال لعلم يصلاة أنك تصلي ولي ولي ديك envers tes parents قال من صلاة صلاة الخمس ولي دعو لأبوه فقد عقا أبوه C'est lui qui fait les sept prières il ne pense pas à ses parents un petit dua même s'ils sont vivants même si tes parents ils sont vivants يَعْرَبِ دُلَا سَنْتِهَا par exemple ta maman elle fait masha'Allah surtout les femmes aujourd'hui nos soeurs et les femmes nos mères masha'Allah ils travaillent à la cuisine il fait dua papa qui va chercher l'argent il fait dua comme ça comment dirais-je t'as appliqué les paroles d'Allah وَأَنِشْكُورْ لِي وَلِي وَلِي دَيْكَ إِلِي الْمَسِيرُ sois reconnaissant vers moi ainsi que quand vers tes parents et vers moi la destination يعني لعودة تَعْكُم votre retour il est vers moi قَالَ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ أسمعِ الْحَدِثِ هذا بعد مَا صَلِي عَرَوْهُ سَلَّمْ écoute ce حدِث قَالَ صَلَى اللَّهُ سَلَمْ مَنْ أَمْسَ وَأَصْبَحَ مُرْدِيًا لِي وَالِي دَيْهِ أَمْسَ وَأَصْبَحَ وَبَابَانِي مِنَ الْجَنَّةِ مَفْتُحَانِ لَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَا وَاحِدًا سُبْحَانَ اللَّهُ celui qu'il est matin et soir il a rendu ses parents satisfait de lui Allah il donne deux portes du paradis ou un s'il meurt il rentre par cette porte l'âme le maïna ça veut dire quoi إِنْ أَصْبَحْتَ وَأَصْبَحْتَ وَأَصْبَحْتَ matin et soir وَأَصْبَحْتَ وَأَنْتَ بَارًا بِأَبِكَ وَأُمِّكَ tu fais du bien à ton père et ta mère أَصْبَحَ وَأَصْبَحَ 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 بَابَانِ فِي الْجَنَّةِ Allah il te donne deux portes pour toi au paradis ça veut dire si tu meurs on ne sait jamais vous êtes d'accord avec moi personne qui sait quand je ne sais pas c'est jamais c'est à l'arrière tu rentres par cette porte au paradis subhanallah Allah il te donne à l'âgelle c'est à l'âgelle subhanallah tu rentres par cette porte إخوة الإيمان عندما يموت هذا l'إنسان سوف ينجو في كل البابين وَمَنْ أَمْسَ وَأَصْبَحَ أَصْبَحَ أَصْبَحَ وَأَصْبَحَ وَمَنْ أَصْبَحَ مُسْخِطًا الْأَبِهِ وَأُمِّهِ أَمْسَ وَأَصْبَحَ وَبَابَنِي مِنَ النَّارِ مَفْتُحَانِ لَهُ يَلِجُهُمَا إِذَا مَاتَ في أَوَيْ لَحْضَ وَلْعَيَدُ بِاللَّهِ الْعَيَدُ بِاللَّهِ c'est lui qui le matin le soir il rend ses parents il le rend fou ses parents Allah il les prépare deux portes de l'enfer s'il meurt le matin il rentre par cette porte s'il meurt le soir il rentre par cette porte نعم وَمِمَّ يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ حَقِّهِمَ parmi les droits énormes des parents وَأَنَّ حَقَّهُمَ عَظِيمِ كَيْفَ لَا وَكَدْ كَابَدَ وَمَا كَابَدَ مِنَ تَعْبْ مِنَ أَجْلِ إِسْعَادِكَ وَرَاحَتِكَ c'est vrai nous on était 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans les parents étaient en train de souffrir le papa il travaillait la maman lave les vêtements, nous faire manger, etc c'est tout à fait logique ça فَكَمْ لَيْلَ تَعْبَهَا مِنْ أَجْلِ رَاحَتِكَ combien de nuits, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont passé des nuits blanches pour toi وَكَمْ لَيْنَ تَعِبَهَا مِنْ أَجْلِ هُدُوِيكَ وَسِحَتِكَ وَمَاذَا قَدَّمَ لَكَ مِنْ خَيْرَ أَقْدَرَهُمَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَا أَن كُنْتَ بَشَرًا سَوِيَ سُبْحَنَ اللَّهُ jusqu'à ce que tu devenais un homme ils ont souffert pour toi jusqu'à ce que tu devenais un homme فَالْأَمُّ مَتَالًا حَمَلَتْكَ فِي بَطْنِهَا وَهْنًا عَلَى وَهْنًا أي تَعَبًا عَلَ تَعْبًا la maman comme je vous ai dit elle nous a porté notre ventre avec une souffrance وَمَا بَعْدَذَلِكَ مِنْ إِرْضَاعٍ وَالْتَمَرِيدٍ وَصَهَرٍ après l'alatement après tu tombes malade c'est alcool, etc. etc. وَقَالَقِنْ إِذَا مَسَدْكَ وَالَوْشَوْكَ quand tu étais tombé malade toi tu ne te rappelles pas tu sais comment ta maman elle a souffert elle pleurait ton papa aussi il ne montre pas نعم يَاوَدَّنِ أَنْ يَنَا لَهُمَ مَا يَنَا لَهُمَا وَتَسْلَمَا أَنْتَ ils ont souhaité le mal que tu as eu toi qui vient envers eux pour toi tu es heureux نعم أسمع هذي أمو أنس vous connaissez أنس ابنو مالك أنس le serviteur du prophète صلى الله عليه وسلم كَنْ يَخْدَمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنس c'était le serviteur du prophète qui quand il a fait la hijra la maman أمو جاميل ils ont ramené tous les cadeaux ils ont ramené des cadeaux au prophète صلى الله عليه وسلم أمو جاميل a dit quoi je n'ai pas de cadeau j'ai mon fils mon cadeau qui va te servir سبحان الله هذا أنس regardez comment à l'époque là comment il voit les choses ou comment nous on voit les choses aujourd'hui هذي أمو أنس ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو أنس il est parti au messager d'Allah pour dire que أنس il ne me respecte pas أنس il me déshubit quand on attend ça on dit أنس il fait ça écoutez qu'est-ce qu'il a fait c'est qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait à table il ne mange pas à table à table نعم عندما quand il mange قال له le habib عليه الصلاة le habib mouhammed l'aimé il a dit à Anas pourquoi tu ne manges pas avec elle écoutez écoutez qu'est-ce qu'il a répondu à Anas pourquoi tu ne manges pas avec elle قال يا رسول الله l'homme il s'agit d'Allah j'ai peur je mange avec maman et je regarde un grand morceau de viande et je le prends avant elle et à ce moment-là je l'ai désobé à l'époque c'est ça subhanallah on dit quoi nous aujourd'hui il y avait un il y avait un il a fait un mariage où il était riche donc les riches à l'époque il m'a dit des moutons bien manger mais pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé il y avait un avec sa femme il a dit écoute ils ne nous ont pas invité nous on a envie de manger chez eux nous on est pauvre on fait semblant Zahma moi je t'ai tapé il a dit il a dit Zahma il a dit il a dit il a dit il a dit après moi toi il te ramène avec les femmes moi il me ramène avec les hommes on va manger il a fait cette idée il a pris devant le mariage Zahma il fait semblant il a dit il a dit je vouslle ramène Bir ramène la femme avec les femmes avec l'homme ils l'ont ramené l'homme ils était en train de manger ils l'ont posé à la table mais comme il avait pas de chance il avait un petit morceau de viande dessin à lui et en face il avait un grand morceau قال على الله اعلك اصبته وأنه يجب أن يفعل أن يجب أن يفعل فقط نظر الله في جنة أعتقد أن سبحان الله العظيم أنه يقول أنني أسأل سيكون سيكون فقط أن أرغب أن يكون وعندما أن أرغب أن أرغب أن أرغب أن أرغب نعم إخوات الإيمان وكذلك أنه يوجد أنه يكونوا سعيد وأنه يكونوا صحيف في الحقيقة هناك هناك تشكي حديثة تنتيكة ولكن القصة رائعة القصة هذه سنة مثل ما عندما فقل لسانه في سكراتي الموت القصة كان قلب بخير لكنه لم يعد لفضله ولم يعد مرور لم يعد لفضل كيف؟ الشهد الشهد والله لقد كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنب حديث النبي صلى الله عليه وسلم celui الذي يقول لي الله يدون أن يكون مباشرة أمري المباشرة هذا شيء آخر يدون أن يكون دون أن تقوله أن تقول له يا علقما قل لا إله إلا الله فعجز لسانه عجز لسانه إذا غير ببادغ لا إله إلا الله سبحان الله العظيم فإخوة الإيمان فلم ينتق بالشهادة عند موته فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 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 صلى لها الحبيب صلى الله عليه وسلم قال وقالت قالت كان بارن كان بارن إلا أنه كان إذا دخل بطعامن أدخله على زوجته و أبنائه قبل أن يدخلوا على يه سوف عندما يرامنه دي فريق لأنه يبقى أنهم يرامنه 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 أبنه يرامنه يرامنه قالت يَا أُمُّ عَلْقَمَة لِتَرْدَي عَنْهُ هل تستطيعينه؟ قالت يا رسول الله إِنَّا فِي نَفْسِي مِنْ عَلْقَمَةَ تَشَيْعَ جَيْكَيْكَوْزِ يَا أَنْنِي أَنْنُ عَمِّرْهُ نُنَكِسْهُ في الْخَلْقَ عندما يُطبخوا صعبات يَنْنُ الْخَلْقَمَةَ كُالْتَجِعَ ما تِطبت بخير تَنْنَيْكَانَ تَنْنَيْكَانَ يَا نَنْنُمَتُ تَنْنَيْكَانَ مُنْنُمَتُتِئِ أَنْنُمَتُمْ تَعِرْنَيْكَا يَنْنَنَيْكَمَةِ قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة قال اجمعوا لي حطبا لنحرق على القماء قالت قد رضيت عنه يا رسول قال اذهبوا إليه فذهب الصحابة إليه فوجدوه قد نطق بالشهادة وخرجت روحه إلى بارها سبحان الله غيظ بسيط من الأم أوقف أو يعني أغلق هذا اللسان الذي ينطق به الإنسان عن كلمة الحق يعني انهرهور من دينا ماما أغلق اظل وقد كنها رجح بعد أسرهم وثالأ نقول انا لقد جاء الله فهو يؤسس لنا فُهو ليس أدخار سنحن سرى سنسل سيرسع سنسلسه سنسلي سنسلسه سنسلسه ست أتحدي سنسل فهو يحصل أن تتحدي والسرعة والسلام لاحظة إخوتي الإيمان المترجم 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 تنمين 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 لكن تنمين 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 وهذا من الكبائر ومن المهلكات والجنة اسمع محرمة محرمة على عاق الوالدين والأعمال لا ترتفع اسمع الحديث للترمدي قال صلى الله عليه وسلم إسمع الحديث ثلاثة لا ترفعوا صلاة ثلاثة 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 لا ترفعوا صلاة يوم إخوات الإيمان اسمعنا السويتة دو الحديث السويت قالوا أهل العلم أمسى وأصبح وهو ساخطا يعني لأبويه أمسى وأصبح وهو بابان مفتوحان له يعني إلى النار فقال الرجل يبيا نوم كنت لقفتي لدي سحديث إلا أن تأتروجي المساجي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وإن ظلماه اسمعه وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه وإن نفسه وإن نفسه اسمعه هذا يريضين لا يج pronouns لا يجذي ولا أحلا ب 280 لم ينكزه راجل؟ تررت ل badassفع هذا على أولاد سؤالك ستركضي وكذلك لن يساعدك لن يساعدك لن يساعدك لن يساعدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدزي ولا دون والدن إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم بيروا الوالدين من أحب الأعمال إلى الله يعني اللي بيسانسة دي فارم من الأعمال إلى الله قال اسمع هذا عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود قال سألتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الله هل أعمال أحبوا إلى الله تعالى حديث روال بخاري quels sont les actes qui sont aimés en بير الله قال عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها numéro واحد la prière à l'heure الصلاة على وقتها قلتوا ثموا أي قالوا الوالدين قالوا الوالدين بيروا الوالدين نعم بيسانسة دي پارم قالوا ثموا أي قالوا الاهي قالوا الاذحاد دو حديث الجهاد هو أبقى بعد يعني لبسانس دو پارو نعم جعل الله برلوالدين بابا نيل فوزي بريضا تعالى عندما تتعالى لتعالى الله فيك الله تعالى قال على الصحابة رضي الله عنهم و رضي الله عنهم سيطن دو رضي الله عنك لا يرفيعك أبدا إلا الله سيطن دو صحيح تواجينا كما نجعل هذا صحيح نعم قال نبي صلى الله عليه وسلم اسمع حديث رواه ترميد سوف تخبرت نسان صحيح يا صديقي إسمائي الله على صفحتي على الصفحتي على الصفحتي يعني بإذنهم الله صفحتي يعني البر حين تحقق لوالديك السعادة الأبدية في الحياة الأخراوية هذا إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام هذا إبراهيم عليه السلام ماذا فعل إبراهيم عليه السلام نعم 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 سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا قال لي أبو أبو son père a fabriqué le statue à Ibrahim Ibrahim il l'a vu il a dit quoi il a dit paix sur toi dit Ibrahim paix sur toi il dit à son père je vais demander à Allah mon Seigneur qui tu pardonnes car celui de pardonner je vais demander pour toi سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا نعم بيرو الوالدين هو الطريق للجنة le fait que tu obies les parents c'est le chemin du paradis قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط au باب الجنة فإنشئتا فحافظ على الباب أوضياء أخرجوا لإمام أحمد وإبن حبان ça veut dire que tes parents c'est la clé du paradis si tu le veux garder et si tu le veux ne pas le garder c'est-à-dire c'est-à-dire comment tu l'obé tes parents tu le respectes tu lui donnes l'argent à tes parents si tu as l'argent tu le donnes tu le respectes quand tu regardes tu baisses le regard tu changes et tu ne lèves pas la voix devant eux tu ne marches pas devant lui quand tu vas manger avec lui tu as ton lui qui commence ton père et ta mère etc c'est-à-dire إن الرجل لترفع درجاته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا فيقال باستغفار باستغفار ولدك لك سبحان الله par exemple moi ton père il est mort mon père il est mort tu le demandes ils sont de là au-delà son âme il est au paradis روح في الجنة الموحد اللهم اللهم اخفر البي ou الام الله تعالى il va donner un degré élevé à tes parents ton père il va dire الله tu saviens ça ils ont dit les anges ça c'est ton fils qui l'a demandé pour toi حديث سبحان الله هذا باستغفار ولدك لك البره وقلب ينبض بالحب مبسوطة وياد مبسوطة بالبدل وكلمة طيبة تريحو بها قلب الوالدين le fait tu fais du bien tes parents tu dois avec eux tu donnes l'argent quand ils ont besoin même si ils n'ont pas besoin tu le proposes كما قال أنت ومالوك ليه بيك أنت ومالوك il y avait un homme il est venu voir il a dit mon père il m'a pris mon argent qu'est-ce qu'il a dit il a dit toi et ton argent à ton père أنت ومالك حَمَلْتَهُمَا عَلَى ظَهْرِكَ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامِةِ si tu le prends tes parents sur ton dos jusqu'au jugement dernier أسماء يَوْمَا عَلَى ظَهْرِكَ 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 فَلَا تَطَحْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا إِشْ مَعْرُوفًا Allah subhanahu wa ta'ala il a dit essaie deux tous deux te force à m'associer m'associer ce dont tu n'as pas tu n'as tu n'as aucun connaissance alors ne leur oubéis pas mais reste avec eux et c'est pas de façon con conventable il y a une manguer qui te dit fais ça écoute il aya c'est très important elle est descendue pour qui ce verset c'est un compagnon ce verset descendu sur lui quand il est rentré dans l'islam il était jeune il nous raconte l'histoire وما s'amigit l'homme de khabar islami حتى s'arret fayroha c'est un compagnon qui s'arrette dans l'islam il a dit la colère il est venu me voir grave je l'ai tu j'ai j'ai barran biha je l'ai trop aimé ma maman saad bin abie aucaz c'est quoi cette religion qu'elle t'a éloignée de tes parents wallahi elle a dit wallahi elle a juré d'Allah wallahi la tada'anna dina kal jadida ou la akulu ou la ashrabu hatta amut si tu laisses pas la religion de muhammad je vais faire la grève de la faim je mange pas et je bois pas jusqu'à la mort fayata fattarou fouad qui va exploser ton coeur husnam triste de tristesse pour moi wa yaakulu kan nadama chuf l'loga l'arabia wa yaakulu kan nadam ma anta yaakulu kan nadam aktar minan nadam chuf l'mubalaga tu va hokhite tout ta vie naam wa yaakulu kan nadam ala fi'alati kallati fa'alte wa tou'ayira kan nasu biha abadad abadadda les gens ils vont tu vas at il y a un exemple pour les autres dans dans le malheur si tu quittes pas mohammad je vais pas manger pas boire etc je dis non faut pas faire ça ça sert à rien tu le fais ça je laisse pas marre les gens ça sert à rien tu le fais ça c'est qui qui parle saad ibn abadad wa qas je dis non فَجَيَا بِالرَاَ فَنَنْ يَلْفَرْ๋ي خَالِي بَا بِالْعِينَ فَجَا عَبَة! فَجَا عَلَفْتًا لا! تَعَبَ Понio śقام! أَنْ يَنْ يُنْ يَمْ أَنتَ مُنْ تَبُطت مِاتَ مَاوَنَ يُعْتَئًا المُنْ يَرَمَ لُخَقُلُهُ وَالْتَوْتَ كلّ شعور وَالتَامُوتَ مَاوَنَ يَعَمَ لَهِ تَعَبُتْ ہُهمی عند ذلك سعد يقول سممولا قلت لها يا أماه إني على شديد حبي لك لأشد حب لله ورسوله أتوامكم جسد ود أمل الله ومساقه أتتريك يا أماه وأمم ألو كانت لك ألف نفسان فخرجت منك نفسان بعد نفسان أما تركت دينة محمد إنك محمد سلم ستتين ميلة ملان ولك ستتعد للإرسالة اقومs مغانق الضrdق أتوكلي فقعليه لكن الله لا أعلم كيف قال هذا الله لا أعلم لقد لا أعلم فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّةِ عندما قال أنه رَأَتِ الْجِدَّةِ مِنِّي أَذْعَنَتْ لِي أَمْرِي وَأَكَلَتْ وَشَارِبَتْ أَلَا كُرْهِنْ مِنْهَا فَأَنزَ اللَّهُ تَعَلَى وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمَ فَلَا تَتَحْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا اَشْ فِي دُنْيَا مَعْرَوْفَ à ce moment-là il y a l'ange Gabriel il est descendu et si tous deux ils te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance alors ne l'oublie alors ne l'oublie pas mais reste avec eux quand même ici bas et de façon convenable regardez ici un verset coranique sur le l'Oqman j'ai fini avec Sa'd Sa'd on finit avec Sa'd quand il est devenu vieux il est devenu aveugle Sa'd un jour il est venu voir le professellam il a dit oh mais il s'agit d'Allah j'ai quelque chose à te demander il a dit demande il a dit invoque Allah pour moi pour Allah il me fait mes invocations exaucées je trouve qu'il est intelligent parce que si tu dis à quelqu'un je gagne le bac pour le jeu je gagne mon travail c'est bien mais si tu demandes à quelqu'un tu as gagné tout parce que tu demandes ce que tu veux il te donne Allah subhanallah mais il n'y a pas de piston avec le professellam le professellam il a dit quoi tu veux qu'Allah t'exhauste il a dit oui c'est-à-dire quand tu travailles travail avec tes seigneurs avec le halal 8 heures tu travailles 8 heures pas 4 heures si tu fais 4 heures et tu viens tu dis parce que tu as volé si tu ramènes des frères qui font la peinture chez toi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas des papiers tu os pas j'ai toujours mais 1 2 tu ne uns un 1 un 1 3 2 5 4 5 سوف يأتي بالأسفل تعمل مع الحلال لا تنسى عندما تذهب الى الفرنسي بولانجر تجعله 5 أرساله تجعله 100 أرساله ثم تجعله لا تنسى 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 انتتسى الاولى لا تنسى انتظر ثم تجعله إنهم أحمق 推ه لا يدعني ليس ملمون لا يمكنك إنه لك فقط سعد انه لنصد ملonna سعد ان الله flexibility فاوه خطر دعا يوم الله تعالى يرجى على الك الباسر انت تضعى على النهائب الله تجرد ولكن نحن الضعفاء صلى الله تعالى أن يرحم ضعفنا إن شاء الله ولكن يرحمنا ربي إن شاء الله سعد قال اسمع ماذا قال قال أخذوا البصر مني مراد الله وردوا البصر إلي مرادي وأنا أفضل مراد الله على مراده لكي يمتعني الله إلى النظر إلى وجه يوم القيامة بكرة وعاصلة قال ي кошيح اخبرتك لابت سنísوا لابت بتاني ر还ية معنا وقال انا Fanat الضوغ وという أجسد smell في الخالقة يمكن منهم لابي خال، السنله سنآاش مقال لنا شروبات لماتين و سن؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يغد في زاجك من فوق الله سبحانه أنا أدعو أنتم أمنوا واللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم يا ربنا رفعت لك الأيدي في هذه الساعة رجالا ونساء كبارا وصغارا يا رب واجتمعنا على مائدة إحسانك حاشاك أن تطردنا منها خائبين يا رب إنك قلت وقولك الحق إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي ها نحن استجبنا لك في هذا الشهر ونحن صائمين فليستجيب لي وليؤمن بي ها نحن نؤمن بك يا رب يا رب العالمين اللهم أعطي لي كل واحد مننا في هذه الساعة مسألته من كان فينا مريدا فشفيه من كان فينا مريدا فشفيه من كان فينا مريدا فشفيه من كان فينا ضالا فهديه من كان فينا فقيرا فاغنيه من كان فينا فقيرا فاغنيه من كان فينا يا رب العالمين يا ربي جاهلا فاعلمه يا رب العالمين علم نافع يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في هذا المسجد ذنبا إلا غفرته ولهما إلا فرجته ولمريدا إلا شفيته ولصدرا ذيقا إلا شرحته ولطالبا إلا نجحته ولعازبا إلا وقد زوجته بزوجة صالحة ولا ميت إلا رحمته اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وملك عظيمة يا ربنا تقبل منا الصيامة والقيامة وصالح الأعمال اللهم جازي إخواننا يا رب العالمين كل من شاركوا في هذا المسجد العظيم كل من شاركوا بألسلتهم وبمالهم وبأقوالهم يا رب أبني لهم قصور في الجنة يا رب العالمين اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتقنا من النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار أدخلنا إلى الجنة بدون سبقة عذاب يارب أدخلنا إلى الجنة بدون سبقة عذاب واجعلنا يا رب من الذين يطيعون الأباء والأمهات اللهم اجعلنا من الذين يطيعون الأباء والأمهات وانزل السرور في بيوتنا وانزل الرحمة في بيوتنا وجازلنا الزوجات يارب العالمين على هذه الأدى الطبخ العظيم اللهم يجازيهم حسن الجزاء يارب العالمين يجازي الأباء الذين تعبوا وصهروا واشتغلوا يا رب العالمين واجعل صيامنا في الجنة وبرك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك استغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصحافت لكم وبرك الله فيكم